مع وقات السياسة الخارجية المصر مزهلة مع أفريقيا مع الدول أسيا مع دول يعني العلاقات اللي أم بيها الإدارة الخارجية وعلى رأسها رئيس الجمهورية طبعا مع وزارتك خارجية لا حاجة نزيلة نأمل بعد كده أنها تقوى في الإعلام مثلا يعني تقوى في الإعلام يكون أقوى ويقدر يصاع يقف قصاد الإعلام المضاد اللي واقف دهم بمصر ضد مصر على المستوى السياسي الآخر الأحزاب هقول أن مصر في بداية أحزاب هنقول عليها كي جوان أحزاب أنا قدرش نقول أن مصر عندها عراقة في الأحزاب لا وإحنا يعني من شايفين أن في باب متوارب اللي الأحزاب تشتغل إحنا عايزين الباب ده يتفتح أكتر نقوم نحافظ على الإصلاحات اللي إحنا مندور عليها لما تبطلع أحزاب منضبطة وطنيا ما عندهاش أجندة خارجية يهمها مصر كمصر أعتقد أن الأحزاب دي هتصل في وقت ما أن الشعب كله يبقى بواقف جنب يعني أن الثقافة الحزبية مش موجودة عند الشعب الأمومي إحنا كحزب نربي كوادر الدولة عملت حاجة ناكحة جدا اللي هي من الكلم في أول سنة ليها اعتفالية ليها هات تنسيقية الأحزاب وده شيء مبدع وحميد جدا لأنه لأول مرة منشوف الكادر السياسي من الشباب أنه بيتربع على الوطنيات فإنما نخش التنسيقية هنلاقي أحزاب معارضة ومعارضة معارضة يعني أي أن كان إنما ده كله بيفرز في النهاية مستقبل السياسي إن صانع للأحزاب إنما هي في الأصل الأحزاب هي صانعة السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر